سؤالك الأخير إن الولدة الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عن سيئاتها قالت لحضرتك البيت اللي هو باسمك ما تأجريهوش دي معروف إن دي سميها وصية أو نصيحة شفوية مش واجبة يعني مش وصية واجبة ونصيحة برضو ليست واجبة سمتيها وصية سمتيها نصيحة اللي اتنين وصفهم سواء كانت نصيحة أو وصية ليست بوصية واجبة ولا نصيحة واجبة لكن هي حتخضع النصيحة دي للمصالح والمفاسد يعني إن أنا أسأل بقى أهل الخبرة الناس اللي بتأجر عشان ما يحصل لكيش مشاكل مع المؤاجرين اللي حييجوا فأسأل حد أهل خبرة ويعني في هذا الأمر كويس إن أنا أجر البيت ولا ما أجرش البيت هل حتعود فائدة علي ولا هل ممكن فيه خطر على كذا أو كذا فأنا أستعلم والدنيا أمان وناس حتعني في هذا الأمر حارك تقدر يتأجري سواء للانتفاع أنت تنتفعي بالإيجارة دي أو إنك تتصدق بيها كما تشاء صاحبة السؤال